في قضاء الهلال طبعا المشاريع اللي سابقاً في 2016 2021 موجودة سلقي المقام يعني قدمنا خدمة كبيرة وكثير من الخدمات اللي تفتقدها قضاء الهلال وخاصة كطرق يعني كان ما معبدة يعني عدنا جسر الآن اللي يفصل بين المملحة من طريق المملحة والهلال الآن في نهايات أن يكمل عدنا مدارس أيضاً في 2021 و22 يعني طرق موجودة طرق ريفية محطات مياه يعني بالنسبة للكهربا فك اختناقات كثيرة محطة الهلال والكهربا المغذية طريق اللي يتجاه باتجاه الرميثة الآن المرحلة الأولى طبعاً هاي المشاريع أن الأمن الغذائي راعة ترفع من مستوى الخدمات يعني يعني نطيها كنسبة اليوم نسبة خدمات 50% في قضاء الهلال بالأمن الغذائي راح تتفع أكثر من يعني 70% في هذا القضاء بدء تنفيذ خطة الأمن الغذائي اللي يعول عليها أبناء القضاء كثيراً حيث توجد فيها عديد من المشاريع المهمة والستراتيجية التي نأمل من خلال تنفيذها أيصال الخدمات بسهولة إلى المواطنين ورفع الحيف عنهم حقيقة قضاء الهلال كان يعاني الكثير من خلال السنوات الماضية نتيجة قلة التغسيصات المالية وما كان ساءت في المحافظة بعد تولي السيد المحافظ الحالي جزاء الله ألف خير مشكوراً كانت هناك التفاتة كبيرة إلى أبناء القضاء من خلال رصد مبالغ إضافية في الموازنة الموجودة من خلال المشاريع المتعددة ومن خلال جهوده المباشرة في المشاريع الوزارية حقيقة توجد لدينا كثير من الاحتياجات سواء كان في مجال الطرق أو في مجال شبكات المياه في مجال الصحة في مجال المدارس لكن إذا نفذت مشاريع الأمن الغذائي على المستوى المطلب والذي نأمل تحقيقه سيكون هناك تحقيق كبير من الاحتياج يضاف إلى موازنة 2023 بتوجيه السيد المحافظ ومن خلال تعاون الإخوان في الدوائر المحلية والدوائر المركزية عدينا خطة متكاملة دعم ورعاية من دولة رئيس الوزراء وبوي شراف مباشر من قبل السيد المحافظ المحترم تم وضع أشجر الأساس لمجمع ساعة 240 متر مكعب بالساعة لمنطقة السيد محمد والمناطق المجاورة يخدم هذا المشروع تقريباً 5000 نسمة ومدة تنفيذ المشروع 330 يوم